طيب نروح لموضوع تاني وزارة الخارجية أصدرت بيان مهم عربت فيه عن إدانتها الشديدة لما تضمنوا البيان الصحفي الصادر عن المقاررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلفة والدعاءات وهي لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان مصر كانت المقاررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر ل3 أكتوبر 2018 وذلك في إطار الانفتاح الذي تبدي التعاون مع الأليات الدولية لحقوق الإنسان غير أنها اتفجأت بسعي المقاررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصلها القاهرة وافتعل الأزمات وفي اللقاءات المختلفة رغم أن تم توفير كافة السبلة الممكنة لها للقيام بعملها مما أثار شكوك حول وجودها أن فيه نواية مبيتة عندها نواية سلبية واستهداف متعمد تجاه مصر وتأكدت وزارة الخارجية من تلك الشكوك وده طبعا بعد تواصل المقاررة المذكورة مع قناة الجزيرة المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الأرهبية بعد إصدارها للبيانة الأخير مباشرة في دليل على أنها مغردة ومسيسة وبما يكشف عما لديها من أهداف أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاء وساتر لها خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأي جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر وعدم توفير أي بيانات عن إدعاعتهم هو طبعا ما لا يرقى ولا يرتقي لأدنى معايير المهنية الوظيفية فلقد أثارت المقررة الخاصة الإخفاء بلو كمان تنص أي إنجازات الحكومة قامت بيها كانت غير مسبوقة في توفير استكن اللائق للمواطنين وده اللي احنا دايما منحاول أننا نشير لي يعني احنا دايما منتكلم أن ملف الإسكان من أبرز وأهم الملفات اللي حصل فيها وسياسات الإسكان بشكل عام اللي موجودة في مصر دلوقتي هدفها توفير وضمان حياة معيشية وسكن كريم ولائق وآمن للجميع دون تمييز وكانت طبعا محل تقدير وإشادة من العديد من المنظمات الدولية اللي مرتبطة بهذا المجال وطبعا كان الرد الفعل أو هذا البيان غير منطقي بالمرة وغير مطابق للواقع وغير مطابق لأي قرارات أو أي بيانات صدرت قبل كده من مؤسسات دولية بخصوص الملف الإسكان في الدولة المصرية مصر مش بتتحارب بشكل مباشر مصر بتتحارب بشكل غير مباشر ودي مش أول مرة يعني أي تقارير بتصدر من منظمات بتطلق على نفسها منظمات حقوقية منظمات حقوق الإنسان هي مش حقيقية في الفعل هي منظمات حقوق إنسان دي بتستتر يعني بتتخذ عنوان حقوق الإنسان كستار لأعمالها وكستار لنفسها لكن في حقيقة الأمر هي منظمات يدرها ويعمل فيها مرتزقة وناس ممولة وموجهين ووفقا لسياسات دول أخرى سياسة اللي بيدفع الدول اللي بتدفع هم بيتعاملوا لصالحه مصر مش محتاجة لده وبالمناسبة مصر ما كانتش هيفرق معاها التقرير ده في حاجة يعني يكون إن التقرير ده يصدر يقول والله ملف الإسكان في مصر فيه مجهود هايل ويحترم وشايفين مجهود مبزول أو إنه هم ما يشيدوش بدأ ده لا يعني الدولة المصرية في شيء ولا يضيف للدولة المصرية في شيء ولا يعرق المسيرة التنمية في مصر يعني وجوده زي عدمه زيارتها زي عدم زيارتها ولا يفرق معنا شيء هو الفرق الوحيد إن الناس دي للأسف بتكشف نفسها لأن انتوا سبحان الله يعني جيتوا في الملف الخاطئ جيتوا في ملف الإسكان وملف الإسكان الناس كانت أعيشة سنين في عشوائيات سنين في أماكن ومناطق غير آدمية بالمرة بقوا عايشين في بيوت ومساكن آدمية عندهم جوة المكان ومساكنين فيه النازي والمدرسة والمستشفى فجيتوا تتكلموا بشكل خاطئ عن ملف الإسكان هل هل تتخيلوا إن أي مواطن أو أي شخص عائل بيفهم وبيتابع ممكن إنه هو يتأثر بهذا الكلام مشكلة إن انتوا بتقولوا كلام وانتوا بس اللي بتصدقوه يعني بيطلع بيان تبعاته لقناة الجزيرة قناة الجزيرة تزيعوا هي اللي مصدقاه بس لكن هل هو يطابق للواقع؟ هل هو له علاقة أصلا بالواقع؟ ولا يمت للواقع بشيء؟ دي مش جديدة على فكرة ولا ده أول خبر نشير إليه من أي منظمات بتدعي إن هي منظمات حقوقية وتعني بتعنى بحقوق الإنسان في الدول ولا تمت للإنسانية بصلة أساسا فلا يضيف ولا يختزل من حق مصر ولا من مكانة مصر ولا من المجهود اللي مبزول على أرض الواقع اللي أبسط واحد ماشي في الشارع شايفه ولمسه مش هيفرق معنا هذا الكلام لكن رد الخارجية يحترم ويعني بديه إن كان لازم يخرج رد رسمي على هذه التفاهات ترجمة نانسي قنقر